بسم الله الرحمن الرحيم معالى الرئيس اسمح لي أعود للاعتصام المزارعين اللي انفض بسببنا بسبب اللجنة الزراعية وأخذنا تعهد وأخذنا عطوة من خلال المزارعين أنه خلال يوم الأحد تنتهي كل أمورهم وننقلها للحكومة لكن احنا في شنة بحل مشاكلهم حل أمورهم لأنه في شنة أن ندخل نصل لرئيس الوزراء بسبب الأبواب المؤسدة لرئيس الوزراء لذلك معالى الرئيس أي اعتصام للمزارعين سأكون على رأسه وأي دعوة أو لقاء مع دولة الرئيس سوف أقاطع بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة المبعوث برسالة الحق للناس كافة سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين وعلى الأنبياء والمرسلين من قبله أجمعين هذه الكلمة باسمي وباسم كتلة القرار النيابية والتي تضم الذوات الكرام محفظ الألقاب ميرزا بولاد جميل العشوش فواز الزعبي محمد الظهراوي هيثم زيادين عبد المحسيري مجد الياقوب عبد الحليم الحمود دكتور هاي العياش دكتور سليمان القلاب روع الغرابلي حسين الحراسيس ومحدثكم عطب داح معالي الرئيس الزميلات والزملاء المحترمين تذهب الدولة الأردنية بإرادة حرة جسدها حكمة جلالة الملك إلى المضي بإصلاحات شاملة نبدأها بتحديث المنظومة السياسية وهي اليوم في عحدة مجلس النواب بما تم إقراره من تعديلات دستورية وبما سيتم مناقشته في قابل الأيام بخصوص قانوني الانتخاب والأحزاب وحيث نقف جميعا خلف الإرادة الملكية التي تريد لهذا الإصلاح السياسي أن يسير على قاطرة قوية عبر القوانين الناظمة له فإنني أخشى اليوم من ضياع هذه الفرصة إذا لم تتوفر الإرادة السياسية في ظله طباط خطوات الحكومة وما سبقها من حكومات في إنقاذ الوضع الاقتصادي وتردي مستوى الخدمات في شتى القطاعات فمسار الإصلاح السياسي لا يمكن عزله بأي شكل من الأشكال عن المسار الاقتصادي فكيف نريد للناس أن تقبلوا على المشاركة السياسية والحزبية في ظل تنامي أرقام الفقر والبطالة كما أخشى على هذه التجربة في ظل قصور الفهم وسوء التطبيق لما يريده جلالة الملك وما يسعى إلى نحو حياة حزبية ينخرط فيها الشباب على طريق توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار حيث نرى أحزاباً تتبرعم وتتشكل من طبقات مخملية بعيدة عن هموم وأوجاع الناس لتكون نسخة من تجارب الأحزاب في الثلاثين سنة الماضية حيث أحزاب الفرد الواحد وأحزاب الهم الخارجي دولة الرئيس بس مش موجود دولة الرئيس ومن خلال الرئاسة الجليلة يتبادر في الأنثان سؤال نسمعه بصخب وألم بين أبناء شعبنا في المدن والأرياف والبوادي والمخيمات أيهما أقوى دافعاً يا دولة الرئيس على اعتبار أنه موجود دافع إشباع حاجة الجوع والعوز والفقر أم دافع المشاركة السياسية وما تأكيدنا هنا بأهمية خطوات التحديث السياسي فإننا ومن باب الصالح الوطني نخشى على هذه التجربة في ظل انعدام الحلول الاقتصادية للحكومة وتغافلها أو استسلامها لهذا الملف كما أؤكد هنا وحسب النظريات الاقتصادية الغائبة عن الحكومة بأن الوضع الاقتصادي هو الذي يحدد شكل وهيئة المجتمع من جميع النواحي سواء المتعلقة بالتنمية أو الزراعة أو التعليم أو غيرها لا يوجد مدارس أقل حراً في دير غبار أو عبدون كما في الأغوار والبوادي وغيرها نعم الوضع الاقتصادي هو الذي يحدد الهيئة الاجتماعية للمجتمع لقد أصبحنا نتجنب لقاء قواعدنا الانتخابية ونتألم بسبب عدم مقدرتنا على تلبية احتياجاتهم الناتجة عن تقصيركم وتقصير فريقكم الاقتصادي العاجز عن معالجة الاحتياجات الأساسية وتأمين الحياة الكريمة لأبناء شعبنا الطيب الصبور في ظل تآكل دخول المواطنين وارتفاع الأسعار بشكل جنوني وهنا أطالب الحكومة بالعودة فوراً والرجوع عن تعرفة الكهرباء الجديدة التي لا مبرر لها إلا مص دماء المواطنين وإفقارهم وهنا أناشد جميع زملاء النواب في الضغط على هذه الحكومة حتى تتراجع عن هذا القرار المجحف معالي الرئيس الزميلات والزملاء المحترمين إن معضلة التعليم في الأردن أصبحت عبءاً مضافاً على كاهل الأسر الأردنية ومن واجب الحكومة رفع هذا العبء أو التقليل منه بزيادة مخصصات دعم صندوق الطالب الجامعي المحتاج من خلال جهات مانحة عن طريق وزارة التخطيط أو إجراء مناقلات من بنود هذه الموازنة وبقيمة 33 مليون دينار لتغطي كافة الطلب المتقدمين لهذا الصندوق والبالغ عددهم 78 ألف طالب وأنا واثق إذا يمنح المجال لوزير التعليم العالي سوف يحل هذا الموضوع من خلال موازنته الخاصة معالي الرئيس الزميلات والزملاء المحترمين وفيما يتعلق بمحور الأمن الغذائي وقوامه الأساس الزراعة فإن المزارع يشقى ويتعب ليس من أجل أن ينعم بحياة كريمة رغضة بل من أجل تزديد الديون ودفع الشكات بسبب تخلي هذه الحكومة والحكومات الصادق عنه المزارع الذي يتحدى كل الصعاب ويتحدى الظروف الجوية ويتحدى شح المياه وارتفاع كلف مستلزمات الانتاج لا يعقل أن تترك الحكومة في النهاية وحيدا بحيث لا يستطيع تسويق منتجاته الزراعية أما بخصوص المياه والتي تذهب هدرا في فصل شتاء من مئات الأودية والفائضة عن الطاقة الاستعابية لسدود تغيب الخطط الاستراتيجية لحجزها والاستفادة منها وبالنهاية نخضع لاتفاقيات تغيب عنها الرواية الرسمية وتترك الناس معها رهينة الإشاعة والتشكيك وشراء نقص الحاجة من المياه من العدو الصهيوني أما بخصوص الرعاية الصحية فهو قطاع ليس بأفضل حال من قطاع الزراعة حيث ترد الأوضاع الصحية وغياب الرعاية اللازمة بسبب نقص أطباء الاختصاص ونقص الأجهزة الطبية الضرورية كجهاز التصوير الطبقي في مستشفى أبو عبيدة والذي قد أوعدني بتأمينه معالي وزير الصحة منذ أكثر من شهر ولم يرى النور لهذه اللحظة كما طلبت سابقاً بتحويل المراكز الصحية في بلدة الشيخ حسين وبلدة كريمة إلى مراكز صحية شاملة إضافة إلى إقامة مركز صحي في بلدة أبو سيدو علماً بأن الأرض مستملكة وهذا المركز يخدم أكثر من 15 ألف نسمة هذه البلدة التي تعاني أكثر من ألفي أسرى فيها من عدم توفر خدمة المياه والكهرباء ونحن في المئوية الثانية نتيجة البيروقراطية الإدارية في سلطة وادي الأردن وبعض المؤسسات الخدماتية وأقولها خطيطهم في رقبتك يا معالي الباشا يا معالي أبو عبد الله أنت بالصورة لهذا الموضوع ألفين أسرى بدون كهرباء في منطقة كريمة أما طريق الموت حاصد الأرواح البرية هذا الطريق الوحيد الطريق اليتيم النافذ في الأغوار الشمالية من معبر وادي الأردن الشمالي مروراً ببلدة وادي اليابس وبلدة أبو سيدو وحتى بداية كريمة وهو بمثابة كرودور ممتد بين التجمعات السكانية والمحلات التجارية وجميع المدارس والذي انتهت دراسته الاستشارية من قبل مكتب استشاري أظن أنه مكتب إيطالي منذ أكثر من خمس سنوات ما زال في أدراج وزارة الأشغال يتراكم عليه الغبار وينتظر توفير المخصصات المالية لطرح أعطائه تنفيذي كي يتم رفع المعاناة عن أهل الأغوار ومستخدمي الطريق وإلى متى يا وزارة الأشغال معالي الرئيس الزميلات والزملاء لذا التطقيق في الأرقام التي تضمنتها الموازنة نجد أنها قاصرة عن تحقيق ما نسعى إليه نحو تنمية ناجزة ونموء اقتصادي نتطلع إلى تحقيقه ونضع في كتلة القرار جملة من المطالب التي نرى فيها أولوية وحاجة وطنية نحو تقوية اقتصادنا الوطني وتحقيق رغبات وتطلعات شعبنا الأصيل وهي العمل وفق خطة واضحة المعالم وسريعة التنفيذ لقامة شركات فاعلة معلأ شقاء في العراق استنادا لجهود جلالة الملك في هذا الإطار وما تم الاتفاق عليه في القمم الثلاثية الأردنية العراقية المصرية دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وتحسين أوضاع منتسبيها ومتقاعديها دعم المجارعين ومربيث ثروة الحيوانية فهذا القطاع بحاجة إلى إنقاذ حقيقي وهي يمثل شريحة واسعة من الأردنيين الذين لا يجدون دخلا لأسرهم إلا من هذا الباب العمل على إيجاد مشاريع طاقة بديلة تخفف من كلف الطاقة التي أذقلت كاهن المواطنين تكثيف الجهود نحو محاربة الفساد وكسر ظهره فالأردن عانى طويلا من هذه الآفة ويتوجب اليوم وقف التعدي على المال العام وبطر كل يد تحاول النيل من مقدراتنا توجيه الطاقات نحو استثمار حقيقي في القطاع السياحي فرغم التحسن الملحوظ في هذا القطاع إلا أن أمامنا طريق طويل كي يعود هذا القطاع بالنفع والعائد على اقتصادنا الوطني ثامنا البدء بخطوات نحو سياسات اقتصادية تركز على انعاش الاقتصاد الوطني وليس فقط العمل على تقليص الدين العام على أهمية فكلاهما مصار متلازم نحو الحفاظ على الطبق الوسطى والفقيرة وتحقيق نسبة النمو المستهدفة على الحكومة أن تقدم خطوات جادة لمحاربة التهرب الضريبي والذي لو تم تحصيله لكنا في غناء ان اتخاذ خطوات تستهدف جيوب المواطنين وفي الختام أتضرع من العلي القدير أن يحفظ الأردن بقيادة جلاذه الملك عبد الله الثاني قويا عزيزا آمنا مستقرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلي